بنراحب بحديك يا دكتور وبنشكرك انك موجود في عز التعب اللي موجود مع حضراتك اهلا بحضراتك وستدر المشاهدين ما ادرش نتأخر طبعا بنا اخليك يا فندم ده حديك منوارنا في البداية لو اللي لسه ما راحش احنا عارفين وهنتكلم عن ده في عدد كبير من الناس لسه الامتحانات ولسه ما يخلصوا وهنتكلم ده على وجه الخصوص لكن لللي عايز يسمع عن معرض الكتاب ويعرف ما هو الجديد ما هو المميز في معرض الكتاب في هذه الدورة طيب هو استكمالا او اولا لازم نقول ان من ضمن المميز في المعرض السنة دي ان احنا قدرنا نرجعه لمعاده الرسمي اللي بقى له اكتر من 52 سنة او 52 دورة في نفس الموعد في معادة الدورة الماضية اللي هي كانت من 6 شهور اللي هي كانت مؤجلة بسبب ظروف جائحة كورونا والاحداث دي غيرها رجوع معرض القهرة الدولي للكتاب بوصفه يعني درة المعرض العربية وواحد من اكبر المعرض في العالم هو ايذان او اعلان لعودة الحياة لطبيعتها وعودة الاجندة الدولية للمعارض تحديدا لطبيعتها في موعدها الرسمي دي نقطة لازم نقولها رغم ان ده معناها مجموعة صعوبات صراحة ان احنا بدأنا بعد 40 يوم من الدورة الماضية اللي انتهت في المتصف شهر 6 الماضي وبالتالي اظن ده المكتسب الاكبر الاول يعني المكتسب التاني اللي حصل في هذه العودة ان احنا عندنا اكتر من 30% من النشرين زيادة ده يعتبر يعني نظرا لنجاح الدورة السابقة هل هو نظرا لان النشرين عايزين يعني ايه يرجعوا شغلهم ويرجعوا تاني تواصلوا بالمناسبة مطبوعات عدد المطبوعات زيادة جدا عند كل نشرين مصريهم والعرب وغيرهم بعيدا عن حركة البيع والشراء هل نتكلم على ان في الست شهر اللي فاتوا الدور النشر طبعت الضعف اللي طبعته في السنة ونصف اللي قبلها لانه توقف طبعا مطبع متوقفة بعض المطبع بسبب الظروف الصحية وغيره فالناس عندها شوق انها ترجع دي اول ايه اول نقطة في التميز النقطة المميزة على مستوى الاستمرار منصة رقمية المعرض ولانا اعايز اقوله للناس انهم لازم لازم الناس تخش على معرض القرد دول الكتاب الصفحة الرسمية على المتصفحات حيسهلك كتير جدا نفاذ بالتبعات لأصدقاء انا دخلت وحاجة مبهرة اه يقولي يقولي مثلا ايه انا عايز اعرف فين المكان روايات فلان روايات يعي حقي طب فين روايات يوسف ادريس طب فين روايات فلان حضراك لو دخلت على المنصة اتعرف فين روايات اتعرف رقم الجناح واحد اتنين تلاتة اربعة وبالرسمة وموجود خمسة بالرقم الموجود سي اتناشر بخمسة وتلاتين باللي انت عايز وفين بالزبط ده حيسهل عليك زي ما قولني قبل كده المنصة بدأت ودي المرة التانية لها المنصة بدأت مع الدورة الماضية الى اتنين وخمسين حنبدأ نشوف بقى فين الدور طيب في ناس بتسألت سؤال مهم جدا انا بحاجز على التذكرة الكتروني بخمسة جنيه هل موجود في معرض الكتاب تذاكر برا على الباب طبعا على البابات موجود تذكرة التي تحاجزها فيه كمان تذاكر دايما تقدر تحاجز خمس مرات ست مرات عشر مرات ببركود واحد مش اختارة كل مرة تخش تعمل نفس الاجراءات وغيرها ده استمرارا لنجاح منصة الالكترونية للمعرض والنهاردة كان فيه خبر نزل على صفحة الاسمية المعرض وهو وصول اول شحنة كتب بيع من خلال التعاقد التم بين هيئة الكتاب وبين البريد المصري توصيل للمحافظات المصرية اول شحنة مصلت النهاردة الصعيد بعد 48 ساعة من طلب الكتب على المنصة يعني كمان اللي عايز يخش للمنصة ويشتري كتب ويدفع لكترون هيجيلوا بالبريد المصري بصراحة البريد المصري مقدم خدمة فوق الرائعة اسعار رمزية تماما